السلام عليكم أعزائي طلبة طالبات وأولياء أمور الصف الثاني الأعدادي أهلا وسهلا بيكم في العام الدراسي الجديد عشرين أربعة وعشرين إن شاء الله النهاردة نبدأ مع بعض شرح وحل كتاب بيت باي بيت الوحدة الأولى بس في البداية كده لو ما تفرجتش على فيديوهات شرح يونت وان هتلاقيني سايب لك فيه تسندوق الوصف رابط الرابط ده موجود فيه شرح الوحدة بالكامل على الصبورة دلوقتي نبدأ مع بعض الدرس الأول الثاني السؤال الأول بيقول هنا طيب خلي بالك عايز يقول إن والدين مريم زاروها كلمة مستشفى هنا جاية مفرد طيب ما تنفعش عشان هي بدأ بصوت ساكن طيب كلمة دي جمع برضو ما تنفعش مع المستشفى وإنه أنا عند هنا في أرتكل ينفع اللي هو زاء فأقول زاء هسبتال اللي بعده طيب هذا الصندوق خلي بالك عايز يقول إنه تقيل جدا كلمة جدا بقى إحنا قلنا اللي هي كلمة تو لما بيجي بعدها صفة بيكون معناها جدا تقول هنا بقى اللي هي أول واحدة دبل أو يقول له تو هافي واللي بعده طيب بيقول إن بابا نقول لفطار لما هو طبعا بيصل إلى العمل طبعا يجي وراها أتي بقول له أت وارك بعد كده بيقول يعني أنا مش هغادر النهاردة أنا أشعر بالتعب يبقى هنا عايز يقول له يغادر البيت طبعا قلنا كلمة هوم ما بيجيش قبلها حرف جر فأقول له هنا واللي بعده بيقول له هنا هل أنت تقدر تساعدني خلي بالك كلمة هلبي يجي وراها حاجتين ممكن يجي وراها تو المصدر أو يجي وراها الفعل في المصدر عطول طيب ليه ما بقول لنا عندي هوم ديني اختيار هنا اللي هو رقم D A و C مع بعض يبقى أقول له الاختيار رقم D الصبحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيبدأ يمرني على سؤال مهم جدا وهو سؤال الديالوك سؤال المحادسة طيب زي ما قلت لك قبل كده أهم حاجة أنك أنت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا يعني عايز يقول ان مونة بتسأل دينا بعض الأسئلة طيب خلينا نشوف كده مونة بتكلم دينا وبتسألها أول سؤال يعني هل أنا أقدر أسألك بعض الأسئلة احنا قلنا الصيغة دي يا شباب لها إجابة سبتة كده لما حد في المحادسة يقول لك أسألك تقول له ايه يعني أيها بالطبع أو كل دي إجابات صح يعني بتقدر مونة سأل السؤال حكاية الإجابة أنا عادة أصحى أو أستيقظ ساعة ستة ونص خلي بالك بقى ده وقت لما يكون عندي وقت بسأل هنا ب أداة الاستفهام اللي بسأل بقى عن وقت ما الوقت أو متى فعل المساعد عندي خلي بالك كلمة جاء في المصدر فهنا هجيب دو يبقى لما يكون الفعل في المصدر بستخدم فعل المساعد وبعد الفعل اللي هو يو بتسألها هي يعني وكمل بقى يبقى ممكن أقول متى تستيقظي عادة فعلت لها أنا عادة أستيقظ الساعة ستة ونص صباحا طيب بعد كده مونة سألت سؤال الإجابة على السؤال ده خلي بالك بقى كلمة وز دي معناها مع بتقول لها أنا بعيش مع عائلتي لما بشوفها في الإجابة بسأل بهو هو اللي هي معناها من للعاقل عزه لها يعني أنت بتعيشي مع مين فهتقول هو دو يو والفعل في المصدر اللي هو وفي الآخر بحط كلمة وز اللي هي معناها مع يبقى هو دو يو ليف وز فعلت لها عيشة مع عائلتي هل أنت بتستمع إلى الموسيقى ما عرفش جمل علشان تعرف هتلاح حاجة قلت لها كم مرات تسمع الموسيقى يبقى هي بتستمع يبقى هنجم على السؤال بها كما واليو في الإجابة بتتحول إلى ودو هتنزمها هي فهتقول لها قالت لها كم مرة يعني تستمع إلى الموسيقى ممكن تقول مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات وهكذا مرة واحدة بقى اللي هي اسمها يبقى ممكن نجاب عليها كل حاجة دي هتكون صحة طبعا مرة أو مرتين في الأسبوع طيب بعد كده هنكمل مع بعض هيكون عندنا جزء الأسئلة الاختيارية السؤال الأول طيب يقول إن أنا بذهب إلى المخبز أو الفرن يعني مع مامتي عايز يقول يوميا لكي نشتري الخبز في الصباح طيب كلمة يوميا بقى دي اسمها يبقى أنا بروح الفرن يعني بشكل يومي هي الوحيدة اللي تنفع عندي اللي بعده بيقول هنا أنا رأيت والد أحمد عايز يقول في طريقه إلى العمل خلي بالك في طريقه إلى دي اسمها اللي بعده تعالى وإجلس على هذه بيقول لك بقى إن في أربع أشخاص يقدروا يعودوا على الكانبة طبعا أو الأريكا كانبة اللي هي الصوفة اللي بعده بيقول هنا ناس كتير في المدينة بتعيش هايز يقول في شواء سكنية أو عمارات سكنية اللي يسمع بلوكس آف لات ده مصطلح مهم جدا لازم تحفظه يبقى أقوله هنا بلوكس طيب بيقول لك يعني أنا عندي ايه مهم النهار ده أتمنى إن أنا أقبل في الوظيفة طبعا موظيفة يبقى عنده مقابلة شخصية مقابلة دي اسمها يبقى له اللي بعده وإن كام عدد المرات اللي عايز يسأل يعني بتتناول فيها أو تحضر فيها العشاء اللي موجود عندي كلمة دينر ممكن يجاب لها هاو ميك واللي بعده بقول طيب أي رياضة اللي انت بتحب تمارسها وإن كلمة سبورت بيجي معها دو يبقى له هنا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا أنا دايما بساعد بابايا طيب خلي بالك بيقول أنا دايما بساعد بابا عايز يقول فيه عمل الوظائف طيب احنا قلنا قبل كده شباب ان كلمة هلب لها قاعدة مهمة جدا هلب من الكلمات اللي بيجي وراها يا إما تو المصدر يا إما الفعل في المصدر طيب بصف الاختيارات كده عندك حاجة واحدة بس تنفع اللي هي تو دو تو زائد المصدر السؤال اللي بعده بيقول هنا أنا بستخدم تليفوني علشان طبعا أراسل أصدقائي يراسل أصدقاء اسمها يبقى له تاكست واللي بعده دينا بتحب انها خلي بالك بقى تستمع الى الموسيقى يستمع الى الموسيقى دي اسمها lesson to music السؤال اللي بعده طيب الروتيني اليومي بيبدأ طبعا لما استيقظ الروتيني اليومي ده اسمه يبقى هو عالسينا كلمة روتين السؤال اللي بعده طيب الجو بيمطر ولكن أو كان بيمطر ولكن احنا قدرنا اننا خلي بالك بقى عايزه لنوصل الى البيت كلمة home بيبقيش قبلها حرف جار فقول get home على طول اللي بعده do you not lunch at home or at school عليه طيب خلي بالك بقى هنا عايزه قول هل انت طبعا هنا اقول ليا شباب تناولت الغداء يا تناول الغداء اسمها have lunch السؤال اللي بعده بيقول هنا fun is the same meaning as not كلمة fun بيكون لها خلي بالك نفس معنى كلمة ايه طبعا fun لها نفس معنى كلمة enjoyable السؤال اللي بعده بيقول my dad likes to not on the sofa in the evening بابايا بيحب انه يقرأ على الكنبة طيب يقرأ على الاريكة دي اسمها read on the sofa يبقى عايزه ان كلمة read اللي هي معناها يقرأ السؤال اللي بعده the children had a lot of not at the park last week الاطفال اضوه عايزه اقول لك الكثير من المتعة في الحديقة او المنتزة يبقى fun السؤال اللي بعده بيقول هنا my teacher always helps me نقط paragraph طيب احنا قلنا ان كلمة help بيجي بعدها يقيمة to والمصدر يقيمة الفعل في المصدر وقلت لك بقى لما تجي لك زي كده دور كده يشوف عندك اللي موجود ايه هتلاقي حاجة واحدة بس اللي هي write الفعل في المصدر واللي بعده بقول محمد watches matcha tv طيب محمد بفرج على التلفزيون كتير رد التاني عليه المي نقط عايزه وانا ايضا خلي بالك وانا ايضا دي اسمها me too اللي هي ضبل او وانا كمان يعني اللي بعده اسامة عنده الكثير من الهوايات ليه بقى لان القراءة والسباحة دي هوايات هواية او اهتمامات طبعا اهتمامات اسمها interest السؤال اللي بعده good food and exercise are good نقط يعني الطعام الجيد والتدريبات طبعا دي جيدة لصحتك جيد لي دي بقى اسمها good for يبقى نقول for الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاصة بالقواعد هنا بقى لازم افكرك هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف الرابط ده موجود فيه شرح القاعدة بالكامل على الصبورة نبدأ مع بعض شرح اسئلة القواعد السؤال الاول طيب خلي بالك هنا الجملة دي في زمن المضارع البسيط اعمل ايه هنا لازم تحط عينك على كلمة doesn't افتكر بقى قلت لك ان don't او doesn't بيجو روهم الفعل في المصدر يعني ايه فعل في المصدر يعني بدون اضافات فالصح انك تقول لي doesn't drink يعني حمدي ما شربش القهوة السؤال اللي بعده what time not your first lesson start طيب ده سؤال في المضارع البسيط عندي لس فهام وعندي هنا فعل في المصدر اللي هو start وعندي فاعل مفرد يبن ناقص الفعل المشاعد طيب لما يكون فعل مفرد باستخدم do ولا does باستخدم does كفاعل المشاعد السؤال اللي بعده بيقول هنا I نقط my homework before I have my dinner طيب عايز يقول انا عادة بعمل طيب خلي بالك بقى احنا عندنا قاعدة بتقول ان الظرف التكرار دائما يأتي قبل الفعل الاساسي وبعد اقام طيب فين الفعل الاساسي اللي هو do ظرف التكرار اللي هو يوش طيب I جامع ما ينفعش اخد does ولا ينفع اخد does هنا دول اللي تنفع معاه طيب احنا قاعدة بتقول ظرف التكرار اللي بيجي الاول يبقى يوش ولا الاول وبعد الفعل الاساسي اللي هو do السؤال اللي بعده my father always not basketball on friday طيب برضو هنا نفس الكلام بيقول يعني انه دائما يدعى مضارع بسيط شوف الفعل بقى مفرد ولا جامع my father دي مفرد يبقى هنا استخدم الفعل اخره s اللي هي s المضارع البسيط يبقى قول ان بابايا دايما بيلعب بسكتبول يبقى place السؤال اللي بعده summer usually نقط her uncle طيب ده مضارع بسيط عندي كلمة usually حط عينك على الفعل summer هنا مفرد مفرد اختار الفعل اخره s سهل كده السؤال اللي بعده we not go to school on holidays طيب هنا بيقول لي ان احنا في الاجازات طبعا في الاجازة ما بتروحش المدرسة يبقى محتاج ينفي طب هنفي بايه من ظروف التكرار الوحيدة اللي ممكن انفي بيها اللي هي كلمة never ابدا يعني مش بنروح ايه المدرسة في الاجازة he never not his homework in the evening طب خلي بالك بقى كلمة never ظرف تكرار الفعل بيجي وراه على حسب الفعل الفعل مفرد يبقى الفعل اخر اس هنا كلمة do هحط لقى اس في الاخر تبقى never does الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا doctors نقط helpful طيب هنا عايز يقول الاطباق دائما مفيدين خلي بالك بقى كلمة doctors هنا جاية جمع طبعا ما جمع يبقى عنا اس هنا مش هتنفع معي اس دي للمفرد طيب احنا عندنا لقاعدة بتقول ان الظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي وبعدها am و is و r يعني r هتيجي الاول وبعدها الظرف التكرار اللي هو always السؤال اللي بعده بيقول هنا i don't have a mobile so i not text my friends انا ما عندش موبايل لذلك انا هنا بقى عايز ينفي طيب زرف التكرار اللي بنفي بي اللي هو never انا يعني ما باتصلش مع اصدقائي اللي بعده i not drink orange juice it's so delicious طيب هنا العصير ده لذيذ جدا يبقى انا دايما بشرب قلي بالك طالما قالك ان هو لذيذ يبقى i always drink بيستعلك هنا على ظروف التكرار بعد كده بقول we not mister حسن for help طيب we ده فعل جمع طالما فعل جمع خلي بالك بقى الفعل لما يكون جمع الفعل بيجي في المصدر يعني اللي اخره s ده مش هينفع يبقى انا هشيل دول طيب ظرف التكرار دائما يأتي قبل الفعل الاساسي ب always الاول وبعدين ask اللي بعده how not do you study at night قاله في الاجابة always كلمة always يعني دائما ظروف التكرار بسأل عليها how often اللي هي معناها كم مرة يعني السؤال اللي بعده بيقول هنا سارا نقط gets high marks in the exams she likes math طيب هنا بيقول ان هي بتجيب درجات عالية في متحان الرياضة هي بتحب الرياضة يبقى طالما بتحب الرياضيات يبقى هي دائما بتجيب درجات عالية دائما اللي هي always السؤال اللي بعده students in Egypt نقط go to school in August طيب بيقول ان الطلاب في مصر خلي بالك بقى أنا عندي هنا شهر اغسطس دال هو شهر تمانية شهر تمانية ما بيكونش في مدارس فهنا ما بيروحوش المدرسة طيب يبقى له هنا doesn't مش هتنفع لان الفعل جامع هستخدم never عايز ينفي طبعا بnever علي is clever student he not status hard طيب هو طالب جيد يبقى هو دائما بيذاكر طالما هو طالب شاطر يبقى هو بيذاكر بجد يبقى دائما اللي هي always واللي بعده بيقول people not swim in the sea when it's too cold طيب لما يكون الجو بارد جدا الناس بتروح البحر لا طبعا فهنا محتاج أنفي قلنا ظرف التكرار اللي بانفي به اللي هو كلمة never واللي بعده بيقول هنا طيب هنا برضو عايز ظرف التكرار وعايز احنا اي بيجي معها ام طبعا اللي بيجي الاول بقى ظرف التكرار ولا وانه ظرف التكرار بيجي قبل الفن الأساسي وبعدها ام وازو ار يبقى هجيب ام الاول وبعد هنا يجيب ايه ظرف التكرار يبقى ام always السؤال اللي بعده بيقول لي هنا طيب هو ما بيجيش في الوقت المحدد بسهب انه هو عايز اقول لك يعني لا يستيقظ مبكرا محتاج انفي طيب هي هنا فعل مفرد فعل مفرد والفعل جاي في المصدر يبقى استخدم خلي بالك ما استخدمناش لان الفعل جاي في المصدر بعد كده حبيبة وبعد كده بيقول حبيبة صديقتي المفضلة وبيقول يعني عايز اقول انا عادة في العادة ان انا بقعد جنبها في الفصل طيب كل الموجود ده نفي يعني لا اقعد انما كلمة يوجوالي معناها عادة اجلس الى جوارها احمد نقط طيب برضو خلي بالك انا محتاج انفي ولكن ركز كده كلمة سي اخرها اس فمش هنفع سنفع هنا بعد كده بيقول طبعا هنا الحاجة الوحيدة اللي تنفع عندي بتجي في الاول كده احيانا انا بشاهد التلفزيون في المساء يبقى هنا اقول اللي هي معناها احيانا الصفحة اللي بعد كده اكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال السؤال الاول بيقوله هنا طيب كلمة بيقوله بجملة معناها هل هل مريم بتستمع الى الموسيقى في الاتوبيس ارد عليه وقال له ياس شي نقط طيب اتفقنا اللي بنسأل بي بنجاوب بي احنا كنا بنعكس بنقول فعل بيجي الاول وبعد نفعل المساعد فالصحة هنا انك تقول ياس شي ضز فاشدو دو دي لجمع ففي السؤال بهل اللي بسأل بي بيجاوب بي يبقى له هنا ضز اللي بعده طيب هنا بيقول لي تامر تامر ده فعل مفرد وهلا جمع ده فعل مفرد حطه هناك على الفعل لو لقيته المفرد يبقى الفعل بيجي اخر قس طيب هاف بتجي مع الجمع طيب المفرد بيجي هاز يبقى تامر احيانا طيب كم عدد المرات دي بيجي وراء دو او دز على حسب الفعل طيب هنا كلمة سلمة دي مفرد طيب فعل مفرد مفرد ما يفعش دو هنا استخدم دز كم مره يعني سلمة طبعا بتذهب الى السباح يبقى له دز زي نوع طيب احنا قلنا قبل كده ان ظرف التكرار بيأتي قبل الفعل الاساسي هنا هعكس بقى هنا كل اللي عليك انك هترتب صح هتجيب زار في التكرار الاول وده الفعل الاساسي اللي هو ايه اللي هو واتش فهتقول لي هنا يوجوالي الاول والفعل في المصدر عشان الفعل جمع فهتقول لي واتش زي ما هي يبقى هنا هم عادة بيشاهدوا التلفزيون طيب بص على الفعل زي ما قلتلك الفعل هنا مفرد طيب هستخدم دونت لا المفرد بمفيه يبقى لنا اخويا ما عندوش يعني ايه تليفون يبقى له زائد المصدر واللي بعده بيقول هنا عمر نقط رود تو بيبل طيب خلي بالك بقى زرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي ولكن بعد ام وز وار يعني از اللي تيجي الاول وبعد نزرف التكرار برضو كل عليك هنا ان انت ايه هتأكس هتقول لي از نيفر اللي بعده بقول لي اي لايك ملك اي نقط رينك ات طيب انا بحب اللبن يبقى انا ما بشربوش ولا بشربو لانا دائما يبقى كلمة نيفر دي باستخدمها مع النفي لكن هشلها بقى واستخدم اللي هي دايما يعني بشربو بعد كده بيقول طيب كلمة دو او داز في السؤال بيجي وراهم الفعل في المصدر سهلة كده هتشل الاس دي هتقول لي الفعل بدون اضافات اللي بعده بيقول هنا علي لايكس ريدنج حب القراءة هي نقط ريدز بوكس هو ما بيقراش كتب ولا دايما بيقره نفس اللي ونها قبل كده خلاص كده هنشل نيفر ونحط always طيب ما هو بيحب القراءة يبقى هو دائما يقرأ الكتب الصفحة اللي بعد كده بيكون عندنا exercise على الدرس الاول والتاني واللي بيبدأ معايا بيه سؤال مهم جدا وهو سؤال الده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب بيقول هنا بسمة is asking Hala about her daily routine يعني بسمة بتسأل هالة عن روتينها اليوم الروتين اليوم بتحيان فهنا بسمة بتكلم هالة وبتقولها hi when do you usually get up طيب خلي بالك وين معناها متى بتقول لها يعني امتى بتستيقظه طيب هنا في بقية المحادسة ما فيش وقت محدد اكتبها اي وقت انت عايزه يبقى ممكن تقول له مثلا at وتكتب الوقت طيب am يعني الساعة سبعة الصبح am دي معناها صباحا طيب بسمة هنا سألت سؤال علشان اعرف السؤال ده لازم اعرى الاجابة الاجابة هالة بتقول لها i go to school by bus يعني انا بروح للمدرسة بالاوتوبيس طيب خلي بقى بتسأل عن وسيلة المواصلات بhow فهتقول لها هاو في المساعدة بتاعتها هيكون do لان كلمة go في الاجابة جاي في المصدر فهتقول how do you وتكمل بقى go to school يعني بتقول ازاي يعني انت بتروحي المدرسة يبقى how do you go to school بعد كده بسمة بتسألها سؤال تالي لازم طبعا اعرى الاجابة علشان اعرف السؤال الاجابة i get home at 3 p.m برضو بتقول انا بوصل للبيت الساعة 3 مساء طيب خلي بالك بتسأل عن الوقت برضو الوقت بسأل عليه يا اما بوين يا اما بوطا طيب الفعل هنا جيت في المصدر فهقول do يبقى هنا بتقول لها when do you وكمل بقى get home يعني كأنها بتقول لها امتى يعني انتي بتوصل للبيت قالت لها طبعا انا بوصل الساعة 3 مساء طيب بعد كده قالت لها what do you do when you get home طيب بتعملي ايه بقى لما بتوصل للبيت طيب هنا تقدر تكتب اي حاجة لانهو مش بحدد فممكن نقول مثلا i have lunch اول ما بترجع من المدرسة انت بتتغذر فتقول i have lunch what do you do in the evening طيب بتعملي ايه بقى في المساء طبعا بعملي الواجب يبقى تقول i do my homework ولو انت غيرت هنا اي حاجة او بدلتهم مكان بعض صح برد يبقى i do my homework بعمل واجبي طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول هنا i like to want my friends in that evening طيب هنا بيقول انا بحب خلي بالك بقى احنا قول كلمة my friends بيجاب لها تكست يعني ورئيس الاصدقائي واللي بعدها the policeman sent the thief to not prison ضابط البوليس ارسل اللص عايزول الى السجن يبقى له the prison اللي بعده بيقول هنا when do you get نقط قاله في الاجابة at half past six طيب خلي بالك بقى ده وقت هو هنا عايز يقول متى تستيقظ كلمة تستيقظ على بعضها اسمها get up السؤال اللي بعده everyone should not sports to keep fit كل شخص يعني يجب ان هو يمارس رياضة طيب كلمة يمارس رياضة دي اسمها do sports بيقول له do واللي بعده not of flats is a tall building with more than one floor طيب هنا بيقول العمارات السكنية عايز يقول كده يعني هي مباني طويلة وفيها اكتر من طابق طيب كلمة عمارة السكنية بقى دي اسمعي block of flats يبقى له block بعد كده بيقول دعاء not her mother make dinner طيب عايز يقول ان هي دائمة عادة بتساعد مبتا احنا اتفعنا شباب ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي يعني usually هتيجي الاول وبعدين helps اللي هو الفعل اللي هو الفعل مضاف له اس علشان دعاء مفرد واللي بعده بيقول لي mothers not love their children الامهات طبعا عايز يقول دائما بتحب امتهم فعشان اقول never ولا ينفع don't ولا ينفع ان اقول sometimes الصحة هنا شباب ان اقول always الام دائما بتحب ايه طفلها الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا how do you text your friends قاله في الاجابة always قلنا ظروف التكرار لما بجاوب بيها بيكون السؤال how often اللي هو معناه كم عدد المرات كم مرات يعني بترئيس الاصدقائك قاله دائما يبقى هنا often اللي بعده بيقول not your father sometimes travel abroad طيب خلي بالك your father ده مفرد انا بسأل هنا عن المضارع بسيط طيب بالفعل مفرد اسأل بدول لا بدز اسأل بدز السؤال اللي بعده قل لي i not get up early on holidays طيب برضو عايز ينفي get up جاء في المصدر استخدم هنا don't i don't get up doesn't للمفرد الجامعة don't وطبعا aren't تكرار بيجي قبل الفعل الاساسي طيب i هنا اصلا بتعامل معاملة الجامعة فمش هينف عندي المفرد المفرد اللي هو goes طبعا هشيال هيبقول never go never وبعدين الفعل واللي بعده we not english and mass on tuesday طيب عايز نحن ندرس طيب we ده فعل جامعة فالجامعة بيجيو ورا الفعل في المصدر بدون اضافات يبقى له we study طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال correct السؤال ده زي ما قلنا عبارة عن سؤال بيدي لكلمة بين الاخواص خلط الكلمة دي بنشالها ونكتب مكانها كلمة الصح السؤال الاول بيقول نقط sally play music طيب خلي بقى هنا سالي دي قلت لك حط هناك على الفاعل اذا كان الفاعل مفرد ما يفعش اسأل عليه do اسأل does يبقى هنا في المدارع البسيط لما يكون الفاعل مفرد بستخدم does بمعنى هل سالي بتعزف موسيقى does play السؤال اللي بيقول لك we not to the zoo on friday طيب برضو خلي بالك احنا قلنا ظرف التكرار بيجي هو الاول وبعدين الفاعل الاساسي اما لو verb to be يجي الاول يبقى الاول ظرف التكرار اللي هو often وبعدين الفاعل الاساسي اللي هو go يبقى اول حاجة we often go طيب يقول عمر نقط وهنا بقى جايب always as احنا قلنا ظرف التكرار بيجي قبل الفاعل الاساسي ولكن بعد ام is are as هتيجي الاول وبعدين always القاعدة دي مهمة جدا والترتيب فيها مهم يبقى as always اللي بعد does your cousin sometimes not you طيب احنا قلنا شباب قبل كده ان do او does في السؤال بيجي عرهم الفاعل في المصدر المصدر يعني هشيل الاس دي فقول visit بدون اضافات السؤال اللي بعد بيقول my friend not by بص طيب احنا نسألين ظهر في الدكرار بيجي الاول وبعدين الفاعل الاساسي كده كل علينا ان هنعكس بقى هنقول usually الاول وبعدين كلمة comes زي ما هي الفاعل اخر is علشان الفاعل مفرد فاقول usually comes ويقول شرهان usually at night طيب بص على الفاعل قلت لك الفاعل مفرد ضيف الفاعل watch watch اخر ch هحط es سهلا كده واخر حاجة do you usually get up early yes i not طيب احنا قلنا yes يجي معها ispatible yes i do لو كان no don't صح بعد كده سؤال الparagraph طبعا ده هو مجابع عنه في اخر الوحدة ولكن ان شاء الله رجالها هيكون في مذكرة المذكرة تجهز دلوقتي خاصة بيه تاني اعدادي هتكون بصيبة pdf كل عليك انك انت هتحمل المذكرة دي وهتلاقي فيها اهم موضوعات المنهج وازاي تعرف تحل السؤال ده بكل سهولة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا درس الثالث والربع السؤال الاول بيقول هنا the waiter الجرسون not brought us the meal was kind خلي بالك عايز يقول الجرسون اللي احضر لنا الوجبة كان طيب طيب الجرسون ده خلي بالك شخص عاقل شخص عاقل يبقى ضمير الوصل اللي بستخدمه اللي هو هو الجرسون الذي يبقى يقول هنا هو السؤال اللي بعد هنا عايز يقول ان جدتي يعني هيكون عمرها سبعين سنة طبعا الاسبوع اللي جاي خلي بالك بقى احنا قلنا كلمة على بعضها كده طيب السؤال اللي بعده طيب المزارعين عادة يا رب طبعا طيب عايز يقول لك هنا دجاج وفراخ طيب احنا قلنا الفراخ دي لما يكون اسم جمع يكون اخر رؤوس يبقى اما لحم الدجاج ما تنفعش واللي بعده طيب يعني احنا غادرنا المدينة وذهبنا لان نعيش فين بقى عايز يقول فيه الريف كلمة الريف على بعضها كده اسمها يبقى او طبعا اللي موجود عندي هنا اللي معناها الريف الصحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب يقول خالي بيستخدم ايه يعني في الحديقة علشان يروي النباتات قلنا قبل كده طالما هيسقي الزرع يبقى بيستخدم tab tab اللي هي حنفية او صنبور السؤال اللي بعده روبرتا منزل عائلة روبرتا هاز نقط جوردن فيه طبعا حديقة ايه عايز اقول حديقة كبيرة كلمة كبيرة بقى اللي هي large اللي بعده the opposite of attractive طيب خلي بالك كلمة opposite اللي هي اللي هي قبيح اللي هي ugly السؤال اللي بعده on a not day ريم gets up goes to school and then helps her mother in her shop طيب عايز يقول هنا في اليوم بقى التقليدي ريم بتستيقظ ويبتروح المدرسة وبعد كده بتساعد ممتها في التسوق ده اسمه يوم نموذجي او تقليدي اسمه طبعا typical day فهنا اقوله typical السؤال اللي بعده I live in a city but my grand parents live in a not among your fields طيب هنا بيقول انا بعيش في المدينة ولكن الاجداد بقى بيعيشوا فين ملقي بالحقول طبعا عايز يقول انهم ما عايشين في الريف او القرية طبعا قلنا قرية اللي هي village يبقى هم ما عايشين في قرية الصحة اللي بعده كده انا كم من مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا I like to know the chickens طيب هنا عايز يقول انا بحب اننا اطعم الدجاج طيب كلمة يطعم الطيور اللي هي اسمها feed يبقى له هنا feed the chickens السؤال اللي بعده I like your dress it's a not انا بحب الفستان ده يبقى هو ايه طالما بحب فستانك يبقى ده جميل كلمة جميل بقى اللي هي attractive السؤال اللي بعده this is the man نقط ran after me yesterday طيب هنا بتكلم عن رجل عاقل يبقى يقول هو يعني هذا هو الرجل خلي بالك اللي جيري ورايا مبارح يبقى له هو ran السؤال اللي بعده trains travel on not lines القطارات بتمشي على ايه طبعا بتمشي على قلنا قطبان السكة الحديد السكة الحديد دي اسمها railway lines يبقى له هنا railway بعد كده نكمل مع بعض بيقول لي هنا two dangerous men escaped from not last week عايز يقول ان في رجلين خطيرين الاتنين هربوا منين بقى الاسبوع اللي فات طبعا عايزوا الهرب من السجن السجن اللي هو present السؤال اللي بعده they couldn't buy her a new dress هم مش قادروا او مش قادرين يعني يشتروا الفستان الجديد طبعا مش قادر يشتري الفستان يبقى عائلة فقيرة كلمة فقير اللي هي poor السؤال اللي بعده one not day hassan had an accident on his way home في يوم ايه حسن عمل حدثة وهو في طريقه للبيت طبعا ده اكيد يوم فضيع او يوم سيء كلمة سيء او فضيع اللي هي terrible يبقى له terrible day اللي بعده the opposite of near opposite يعني عكس او مضاد near يعني قريب عكسي قريب طبعا بعيد اللي هي far السؤال اللي بعده بيقول هنا the two men had an interesting note in the forest last week طيب رجلين بردو قضوا عايز يقول يعني انهم قضوا مغامرة في طبعا الغابة الغابة يبقى مغامرة مغامرة اللي هي adventure السؤال اللي بعده بيقول هنا our science teacher suggested not on a trip to a factory طيب مدرس العنوم اقترح طيب خليب لك اقترح بيجي وراها الفان ما ضف له اي نشي زي اللي اقترح الزهاب يبقى له going السؤال اللي بعده بيقول هنا i would like to have not of tea without sugar طيب عايز يقول يعني انا حابب اتناول عايز يقول كوب من الشاي بدون سكر طيب كوبات شاي دي اسمها cup of tea يبقى هنا اقول له cup السؤال اللي بعده بيقول هنا طيب عايز يقول لنا تشارك غرفة النوم مع اخي اهلي يتشارك مع دي اسمها share وز يبقى له هنا وز واللي بعده طيب بيتكلم على المطعم خايز يقول ان الجرسون اللي في المطعم ده شخص ودود جدا الجرسون بقى اللي هو waiter يبقى له the waiter السؤال اللي بعده بيقول هنا we were scared when the room was fall not smoke كنا خايفين يعني لما الغرفة امتلقت بي الدخان طيب مملوء بي دي اسمها fall off يبقى له هنا طبعا حرف gar off السؤال اللي بعده don't forget نقط your hands before meals طيب هنا عايز يقول don't forget طبعا بيجي وراه to والمصدر يبقى له to wash ان تغسل يدك طبعا قبل الايه الوجبة يبقى له هنا to زاد الفعل في المصدر يبقى to wash الصحة اللي بعد كده بيكون فيه عندنا جزء لسئلة الخاصة بالقواعد زي ما قلت لك قبل كده هتلاقي نسائب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح القاعدة بالكامل نبدأ مع بعض السؤال الاول بيقول هنا grand ma نقط you got a watermelon طيب خلي بالك ده سؤال بهل انا عايز تركز في حاجة كلمة got حط عينك عليها وفتكر كده got لازم قبلها you have you have على حسب الفعل you هنا فعل جمعي يبقى have you got هل انت يعني عندك watermelon السؤال البعض نقط we play a game next weekend طيب خلي بالك بقى هنا عايز يقول we play a game انا هنا بقترح اقتراح ان احنا نلعب يعني لعبة في الاقتراح بستخدم shall يبقى هنا shall we play a game طالما انا هنا بقترح اللي بعده not your father got a computer احنا لسا عالين كلمة got حط عينك عليها وفتكر بيجي قبلها you have you have طيب your father ده فعل مفرد يبقى هسأل بهاز have a book يعني عنده computer السؤال اللي بعده not i help you carry your box طيب احنا قلنا فيه العرض بستخدم طبعا shall يبقى shall i help يبقى عندي هنا اللي تنفع شعل لانه هنا بيعرض عليه ان هو يشيل الحقائب يساعده يعني اللي بعده بيقول هنا نوعات your father got a blue card نفس الكلام برضو عندي هنا كلمة got يبقى بلها have او has على حسب الفعل your father والدك دي مفرد يبقى قول has يعني هال باباك بقى عنده عربية زرقة اللي بعده بيقول هنا وي نوعات buy bread add the beakers طيب عايز يقول احنا طب خلي بالك هنا عايز يقول احنا يعني بنقدر نشتري يبقى دي بيتعبر عن القدر يبقى قوي can buy bread نقدر نشتري خبز من الفرن طبعا بعد كده هنكمل مع بعض السؤال على الدور بيقول هنا نقط we go to the cinema today طيب انا هنا بسأل قلنا ده اقتراح نروح السينما النهارد اقتراح بقى استخدم شعل السؤال البعض بيقول you got any stories to read حد يفكر كده قلنا كلمة got بيجاب لها على حسب الفعل you فعل جمع يبقى جيب have يبقى have you got هل انت عندك اي قصص نقرأها اللي بعده not you help me left this heavy box خلي بالك بقى ده طلب والنصيغة الطلب بنستخدم فيها can هل يعني انت تقدر تساعدني انا بطلب منك انك تشين معي الصندوق التقيل يبقى can اللي بعده not we go out today طيب ده اقتراح باقترح اننا هنخرج النهارده في الاقتراح باستخدم كن بتشال يبقى اقول له shall we go out today اللي بعده not i bring you a glass of juice نفس الكلام برضه صيغة العرض ده بستخدم فيها shall shall i bring هل ممكن اننا احضر بعد كده not your dad play chess قال له في الاجابة yes he is clever at it بيسأل عن القدرة هل باباك بيقدر يلعب شاطرنج قال له ايوا ده هو كمان شاطر فيه السؤال عن القدرة باسأل بcan يبقى عايز يقول هنا can your dad الصفحة اللي بعد كده انا نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا not you got signs or mass today بيسأل يعني هل احنا عندنا علوم ولا رياضة النهارده اطلقك قبل كده حط عينك على كلمة got وخليك فاكر باسأل عليها يا اما بhave يا has طيب you هنا فعل جمع يبقى استخدم have يبقى have you got السؤال اللي بعده بيقول هنا not mr. حسام drive abos طيب ده بتعبير عن القدرة انا باسأل هنا بيقدر يسوق التوبيس ولا لا يبقى هل يستطيع اللي هي can اللي بعده not you take me to the airport that انا هنا بطلب طلب انك تقدر تخدني يعني معاك طيب في الطلب بنستخدم كلمة can انك قبل كده الطلب بس استخدم كلمة can you take me تقدر توصلني الى المطار اللي بعده بيقول هنا not i put this with umbrella on the sofa طيب احنا هنا شباب هنستخدم كلمة shall i put this with umbrella يبقى هنا اقول له shall السؤال اللي بعده بيقول هنا not help me with my computer problem طيب ساعدني يعني في مشكلة في الكمبيوتر يبقى بيسأل عن القدرة هل تقدر تساعدني يبقى كان بعد كده نكمل مع بعض سؤال correct السؤال الاول this is a nice restaurant not we eat here حسن طيب بيقول ان المطعم ده كويس جدا ايه رائعك بقى ناكل هناك ده اقتراح صيغة الاقتراح بسأل عنها بشال يبقى بقول له هنا shall we eat here يعني بيسأله بقى لو حابب ان احنا ناكل هناك يعني بيقترح عليه يبقى هنا كلمة شاب السؤال اللي بعده have you not any cousins طبعا هي اسمها have you got مش get يبقى انت لازم تحفظها have you got السؤال اللي بعده not we help احمد with his problem نساعد احمد في مشكلته طبعا هنا عرض ما ينفعش استخدم معها are صح هنا برضو ان انا استخدم shall يبقى shall we help احمد with his problem هنا انا بعرض عليك ان انا ساعدك في المشكلة يبقى شاعل اللي بعده بيقول له هنا not I see your passport please انا بطلب منك طلب من فضلك من فضلك بقى يبقى من فضلك بقى استخدم can هل تقدر توريني ال passport من فضلك يبقى اقول له can بعد كده not you get او get me some juice please برضو ده طلب الطلب بأدب ده باستخدم في can can you get يعني تقدر طبعا تجيب لي يعني بعض العصير بعد كده what shall we not with this new camera طيب خلي بيلك shall اصلا بيجي وراها الفعل في المصدر فدي سهلة كده shall نقط يبقى مصدر الفعل shall ing تقول لي هنا do بدون اضافات واللي بعده بيقول هنا نقط your little sister got a new doll طيب خلي بالك ما ينفعش اسأل بhave ليه بقى معيني في got الفعل هنا شباب little sister اختك الصغيرة دي مفرد يبقى صح انك تسأل has هل هي عندها عروسة لقبالي تقول لي has بعد كده بيقول i have some what not i cook طيب هنا بيقول يعني انا عندي بعض ضيوف طبعا هنا بيسأل what shall i cook يبقى هنا shall الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا exercise على الدرس الثالث والربع واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال دالك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه بيقول هنا علي and rami are talking about ali's new house طيب هنا علي ورامي اتنين بيتكلموا عن بيت علي الجديد خلينا نشوف كده علي بيكلم رامي وبيقول له my family moved to a new house يعني عائلتي نقلت الى بيت جديد عزلوا يعني لمكان تاني طيب رامي هيبدأ يسأله سؤال علشان اعرف السؤال لازم اقرأ الاجابة قال له is in عرابي يعني هو في شارع عرابي يبقى هنا بيسأل عن المكان بسأل عن المكان يا رجالة بكلمة where وبجيب بعدها فعل مساعد من الاجابة اللي هو as وطبعا بسأل عن البيت فبقول where is at فين البيت الجديد ده يعني قال له في شارع عرابي رامي سأل سؤال برضو لازم اقرأ الاجابة قال له yes it's large ايوة ده كبير جدا خلي بقى لما الاجابة تكون بدقة بتسأل بهل طب هل دي بيجيبها منين من الاجابة برضو في فعل مساعد بتسأل بي فعل مساعد عندي as فول is it هعكس بقى هل هو البيت يعني يقول له large بسأل هل البيت ده كبير فقال ايوة ده كبير جدا بعد كده قال له how did you feel when you moved to it يعني كيف شعرت لما نقلت هناك حسيت بيه يعني لما رأت البيت الجديد ده طيب معرفش كمل عشان تعرف قال له حاجة قال له why وبعد كده قال له حاجة قال له I know it's better اه بيقول يعني انا عارف ان هو افضل but ولكن I have no friends ما عنديش ايه اصدقاء يبه هو ما كانش مبسوط فممكن يقول I felt sad مثلا يعني انا مش مبسوط في المكان ده قال له why ليه يعني وقال له حاجة بعد كده علي رد وقال له I know it's better انا عارف انه هو افضل يبه الحاجة اللي بيقولها دي هي انه يعني البيت الجديد ده افضل هيقولها ازاي يبه هيقول له your new house هو بيقول له why ليه يعني انت حزين هناك فممكن يكمل ويقول your new house او يقول له at اللي هو البيت الجديد يعني ما له بقى is better وممكن يكمل يقول له bitter زين وكمل بعد كده ولكن ممكن يقول ايه انه بيكون افضل وخلاص الا انا عارف انه هو افضل ولكن انا ما عندش اصدقاء هناك طيب طبعا هيقول له في الاخر يعني اتمنى ان انت تكون اصدقاء فممكن يقول i hope you will find new friends بتمنى لك يعني ان انت طبعا ان شاء الله تكون اصدقاء you will find تجد سوف تجد new friends يعني اصدقاء جوداد طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول هنا المكان اللي الناس بتروح لما تعمل حاجة غلط ده طبعا السجن السجن اللي هو السؤال اللي بعده القطارات هنا بتتحرك طبعا بطول السكة الحديد طيب قلنا خط السكة الحديد اسمه railway lines واللي بعده بيقول هنا people without enough money are not الناس اللي ما عندهاش فلوس كفاية دول اسمهم فقراء طيب كمت فقير بقى اللي هي poor يبقى له هنا poor اللي بعده we can play football in the garden it's not نقدر نلعب كرة قدم في الحديقة يبقى الحديقة دي ايه كبيرة طالما منقدر نعم فيها كرة كبير بقى اللي هي large السؤال اللي بعده that food tastes very bad it's not الطعم ده طعمه سيء جدا يعني طعمه مش حلو يبقى هو ايه يبقى هو فضيعة وسيء اللي هي terrible السؤال اللي بعده بيقول هنا not I open the door for you طيب هنا خلي بالك بيعرض عرض قلنا في العرض بنستخدم shall shall I open the door يبقى هنا كلمة shall اللي بعده not she got any new dresses قلتلك قبل كده كلمة got عايزة قبلها have أو has she فعل مفرد يبقى تقول لي has يبقى has she got الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا not you got a camera I need to take a photo طيب خلي بالك كلمة got اولتلك قبل كده حط عينك عليها وافتكر بيجي قبلها ya has ya have الفعل عندي هنا جمع you يبقى استخدم have يبقى هل انت عندك كاميرا have you got بعد كده not I have some water please طيب قلنا الكلمة دي يعني طلب من فضلك يبقى تقول لي كان على طول اللي بعده not sami got a new mobile كلمة got يا رجالة بيجي قبلها have أو has سامي فعل مفرد يبقى جيب هاز هاز سامي got تعلق سامي عنده يعني تليفون جديد طيب بعد كده نكمل ما بعض بيكون عندنا سؤال correct السؤال الاول بيقول هنا shall we not to the beach tomorrow سهلة جدا دي خلي بالك المشال أو كان دول بيجي ورحم الفعل في المصدر يعني ايه مصدر يعني شيل ES ترجع الفعل الاصله اللي هو go بدون اضافات بعد كده بيقول نقط he got a new bike حد يقول لي مستر ما هي got موجودة مالهاف غلط لي عشان الفعل مفرد طالما هي يبقى هاز هل هو يعني عنده عاجلة جديدة السؤال اللي بعده طيب هنا برضو ده هنا بيقترح اقتراح يبقى الاقتراح يبقى استخدم فيه shall يعني انا عندي عيد ميلاد يبقى shall I make يبقى 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 الشال السؤال اللي بعده can I not this book when you finish it احنا قلنا مصدر نفعش اقول to take صح ان انا قل take بس يبقى كلمة كان ما بيجيش وراء to المصدر بيجي وراء المصدر على طول بدون اضافات اللي بعده not I help you to cut the water طيب هنا بيقول انا اساعدة كان فيه تقطيع طبعا ده بيعرض العرض العرض يبقى استخدم كلمة shall يبقى يبقى اخر حاجة بيقول not you got something to eat طيب حد بيقول يا مستر got وملهز غلط ليه عشان you جمع جمع بتقول have you got هل انت يعني عندك يبقى have وبعد كده بيكون فيه عندنا سؤال ايميل انه سؤال البراجراف او الايميل ده مجاب عنه في نهاية الوحدة ولكن ان شاء الله في مذكرة بتجهز دلوقتي هتنزل بسيغ البي دي اف كل عليك السؤال الاول بيقولي هنا i would love مؤط a meal outside tonight خلي بقى لك كلمة would love دي بيجورها to المصدر يبقى هنا دي قاعدة كده i would love to زاد المصدر يبقى to have السؤال اللي بعده she keeps the tolls in a small مؤط in the bathroom طيب هي بتضع خلي بالك الفوط في ايه صغير في الحمان طيب الحمان بيكون في دولاب كده اسمه دولاب الفوط الدولاب ده اسمه يبقى له هنا السؤال اللي بعده the news in today's newspaper نقط good طيب الاخبار النهاردة طيب كلمة newspaper دي طبعا بيقوله هنا is بتكون مفرد يبقى له is good كانت جيدة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا نقط gives you light طيب الحاجة اللي بيتعطينا الضوء طبعا اللي بيدينا الضوء ده اسمه اللمبة او المصباح اللي هي كلمة lamp السؤال اللي بعده نقط is a big cupboard where you can put your clothes طيب الدولاب بقى اللي بتحط فيه الملابس ده اسمه دولاب الملابس دولاب الملابس اللي هو wardrobe السؤال اللي بعده بيقول هنا you can see yourself النقط انت تقدر تشوف نفسك في المرأة المرأة بقى اللي هي mirror السؤال اللي بعده my bed is under the window there are a lot of not on it طيب بيقول ان السرير تحت الشباك يوجد كتير على السرير السرير بيكون عليه مخدة الوسادة او المخدة دي اسمها cushion يبقى هنا كشنز فيه يعني مخدات كتير على السرير انا مش قادر اشوف صحبي بسبب ان هو طبعا مش قادر اشوف ويبقى واقف خلفي خلف اللي هي behind اللي بعده we have a beautiful knot on the floor in front of the living room طيب بيقول يعني احنا عندنا ايه جميل خلي بالك on the floor يعني على الارضية طالما قال لي على الارضية يبقى السجادة السجادة اللي هي carpet اللي بعده بيقول هنا you can wash your face in this نوع انت تقدر تغسل وجهك فين طبعا بنغسل وش هنا في الحوض حوض اللي هو السؤال اللي بعده five people خمس اشخاص can sit on that at the same time خمس افراد يقدروا يقعدوا وعايزوا على الكنبة او الاريكا في نفس الوقت الكنبة او اريكا اللي هي صوفا بعد كده نكمل مع بعض بيقول هنا هالا keeps her box on a big نوع over there هالا بتضع الكتب بتاعتها على رف كبير للكتب طيب الكتب بتحط على رف الكتب رف الكتب اسمه bookshelf يبقلو bookshelf اللي بعده we live in a building not the gizazo احنا بنعيش خلي بالك هنا ماينفعش اقول in the gizazo مش هينفع ان احنا نعيش في حديقة الحيوان البيت يعني الفرونت عايزة off بعدها طيب next عايزة to بعدها الصح ان انا اقول opposite يعني احنا عايشين في مبنى مقابل حديقة الحيوان وصادويا بعد كده بيقول i usually close the not of my room at night انا عادة هنا عايز اقول يعني ان انا طبعا بقفل ايه في الغرفة بالليل طبعا الستاير الستاير بقى اللي هي curtains السؤال اللي بعده the post office is not to the cinema عايز اقول مكتب البريد خلي بالك فيه بعد not to يبقى بجوار السينما اللي هي next to يبقى له next اللي بعده to protect animals عشان نحمي الحيوانات وي keep them in not عشان نحمي ونحافظ على الحيوانات بنضعها فين طبعا في محمية طبيعية المحمية الطبيعية اللي هي nature reserve يبقى له هنا في المحمية الطبيعية الصفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض السؤال الاول بيقول هنا who does this red car belong نقط قال له في الاجابة it's aحمد طيب خلي بالك دي صغة ملكية بيسأل هنا عن العربية الحمرة عايز يقول لن هي تخص مين يبقى هنا اقول له belong to كلمة belong بيقى وراء حرف اللي بعده بيقول i always leave my keys not the table over there انا دايما اضع خلي بالك او بيسيب يعني المفاتيح على الترابيزة على الترابيزة دي اسمها on the table يبقى له on اللي بعده to make your English better نقط at inside and outside school طيب هنا بيقول يعني علشان بقى تبقى كويس في اللغة الانجليزية الجزء بتاعكي بقى احسن انت لازم تمارس الانجليزي داخل وخارج الفصل يمارس واللي بعده soha not dressed and went to the cinema طيب عندنا حاجة اسمها يرتدي اللي هي على بعضها كده get dressed الماضي من get got يبقى له got السؤال اللي بعده the furniture in this villa not expensive الاساس اللي في الفيلا دي يخلي بالك غالي كلمة furniture اللي هي الاساس دي اصلا مفرد مفرد يبقى از يبقى هنا از الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال دايالوك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على معلك والترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عن ايه طيب بيقول لي هنا ايمن ايمن يعني بيسأل صلاح عن غرفة النوم بتاعته طيب هنشوف كده ايمن بيكلم صلاح وبيقول له هل انت عندك غرفة النوم طبعا هو بيسأله عن غرفة النوم بتاعته احنا عارفين كمل برده عشان تتأكد قال له تقدر توصفها لي يبقى هيرد يقول له ايه طبعا دو يعني هل هجاب على بيس او بعدين كاما واعكس بقى اليو بتتحول في الاجابة الى اي ودو بتنزيم هي يبقى اول اجابة يس اي دو ايوة عندي يعني ايمن سأله تقدر بقى توصفها لي طبعا هيقول له اكيد بالطبع مفيش مشكلة ممكن تقول يس اي كان او تقول يس شور او يس اف كورس كل دي اجابات صح قال له اول سؤال بقى وير يعني اين بتحط يعني الملابس فين طيب الملابس يا شباب بنحطها فين في دولاب الملابس فطبيعي ان هو هيقول له يعني بحط الملابس في دولاب الايه الملابس يبقى انت بتجاوب من خلال فهمك للمحادسة طيب ايمن سأل سؤال تاني الاجابة قال له بضع الكتب على رف الكتب يبقى يسأل نفس السؤال اللي فوق ده يعني بتحط الكتب فين اين اللي هي وير ويستخدم فعل مساعد اللي هو الدوق عشان بوت جاي في المصدر وبعدين يقول له يو بوت برضو ويقول له طبعا يور بس هنا هيعكس بقى يقول يور بوكس ليه بقول له انا بضع الكتب على الرف بيسأله بتحط الكتب فين يبقى يور بوكس اخر حاجة ايمن هنا بيسأل سؤال ده زمار الاجابة الاجابة صلاح قال له ايوة انا بحب القوضة دي فأكيد هنا بيسأل بهل هل انت بتحب الغرفة فطبعا السؤال هنا هيكون بدو لان لوف جاي في المصدر فيقول له ودو بيجوارها الفعلة في المصدر فقول له اللي هي الغرفة يعني هل انت بقى بتحب قط النوم بتاعتك فقال له ايوة بحبها كتير جدا طيب بعد كده اختياري سؤال الاول بنضع الاشياء خلي بالك يعني مثل الملابس الهدوم بنحطها فيه انه دولاب الملابس او اللي هي طبعا خزانة ذات ادراج طيب علي قفل الباب يعني قعد على طيب هو جلس هيجلس فيه الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعد عليها اللي هي هو كرسي بمسندين يعني الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا طيب بيقول هنا احنا بنغطي ارضية غرفة النوم بي ايه قلنا قبل كده طالما ارضية يبقى السجادة السجادة بقى اللي هي السؤال اللي بعده سالي عندها ملابس كتير يبقى هي عندها دولاب كبير طيب دولاب الملابس ده اسمه واردروب يبقى له هنا واردروب اللي بعده بتعلم انجليزي بسرعة بسبب انه هو بيمرسه كتير جدا طيب احنا قلنا كلمة يمارس اللي هي وطبعا هي هنا مفرد فهنضفلاه في الاخر فهنقول السؤال اللي بعده طيب عايز يقول قلنا قبل كده يعني يوجد لمبة بجوار السرير يبقى اللي بعده طيب القطة بتنام خلي بالك عايز يقول يعني على ايه على القريكة على ايه نعم على مخدة اللي هي اللي بعده أنا بحب التقاط الصور طب كلمة قلنا بيجي ابعدها فعلا مضاف له او المصدر هو هنا مديني فيه الاختيار رقم دي الاتنين مع بعض اللي هو اي و بي ابقى نختار دي بعد كده بيكون عندنا سؤال الايميل قلنا شباب سؤال الايميل وسؤال دول مجاب عنهم في نهاية الوحدة ولكن ان شاء الله زي ما قلنا في مذكرة بتجهز دلوقتي المذكرة دي هتكون بصيغة بي دي اف كل عليك انك هتحملها هتلاقي فيها اهم موضوعات المنهج وازاي انك تقدر تحل السؤال ده بكل سهولة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا على الوحدة بالكامل اللي بيبدأ معها بسؤال مهم جدا وهو سؤال ديالوك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك والترجمها قبل ما تحل خلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتتكلم عنيه طيب بيقولي هنا مريم بتتكلم مع سماح عن خلي بالك الروتين اليوم تعال نشوف كده سماح بتكلم مريم وبتسألها طيب هنا بتقولها هل ممكن تخبريني عن الروتين اليوم بتاعك طبعا هتقولها زي ما تعودنا يبقى تقولها يعني اي وقت بالطبع اكيد يعني اول سؤال طيب وين يعني متى بتسألها بتصحي الساعة كام طيب بصوا في المحادسة ما فيش وقت محدد اكتب اي وقت خلاص كده طيب بكتب الوقت ازاي بقول ات واكتب الساعة ولو هقول صباحا يبقول اي ام لو مساءا هقول بي ام يبقى اول حاجة سماح سأل السؤال تاني شانعنا في السؤال لازم اقرأ الاجابة تلاها في الاجابة بتقول لها ان ماما دايما هي اللي بتحضر الفطار يبقى بتسأل كده مين بقى اللي بيحضر الافطار طيب من اللي هي اسمها هو بتسأل عن شخصها عاقل فهتقول هو طبعا هنا في السؤال بتتحول الى يور عايز تقول افطارك يبقى هو مين اللي بتحضر لك في طارق فقط لهم هما دايما اللي بتحضروا طيب بعد كده سمح سألت سؤال تاني زي ما قلنا لازم نقرأ الاجابة الاجابة اه على رجلي على قدمي يبقى بتسألها عن الوسيلة بتروح المدرسة ازاي طيب بما بجأسأل عن وسائل المصاد بسأل بهاو هاو دو يو ودو بيجي وراها الفعل في المصدر فهقول كيف يعني او ازاي انت بتروح المدرسة فقلت لها انا دائما اذهب الى المدرسة على قدمي بعد كده اخر سؤال وين يعني متى امتى بقى جات يعني تصل الى البيت بترجع امتى يعني اي وقت برضو اكتبوا ات نفس الكلام وتقول لي تو مسلا بي ام بي ام اللي هي معناها مساء الساعة اتنين يعني الظهر طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري السؤال الاول كلمة اوبوزت قلنا اللي هي معناها عكس او مضاد كلمة اللي هي معناها سيء او فضيع طبعا عكس كلمة سيء يعني شيء جيد يبقى هقوله هنا جود دي الحاجة اللي تنفع تبقى عكسها يبقى عندي هنا جود اما فار يعني بعيد سمول يعني صغير واجلي يعني قبيح بيسأل عن الوقت ايه الوقت اللي مدرسة الدنيا بتخلص فيه طيب ما الوقت دي اسمها يبقى تقول لي هنا اللي بعده بيقول هنا قلنا قبل كده بجوارها ايز يقول يعني ان الكنبة بجوار طبعا الخزانة فقل اللي بعده بيقول هنا طيب بيتكلم هنا عن منزل روبرتا الجديد بيقول ان هو بقريب من طبعا خط سكة الحديد ده اسمه اللي بعده هنا بيقول ان حسن يعني نسي انه يحضر طعام للرحلة ولكن بقى احنا نقدر عايزه نتشارك طعامنا طيب كلمتنا تشارك اللي هي اسمها شير يبقى هنا بيقول نقدر نشارك الاكل مع بعض بتكلم برضو عن منزل عائلة روبرتا في البلد بيقول يعني ان هو منزل كبير وايه يعني جذاب واللي بعده بيقول هنا هذه العائلة يعني ما عندهاش فلوس كتير هما دلوقتي اصبحوا طبعا عايز يقول ان هما فقراء اللي هي السؤال اللي بعده روبرتا فيلز نقط روبرتا بتشعر بايه لما طبعا الرجال اخذوا والدها بعيدا عن البيت طبعا هي كان بتشعر بي يعني السوق ان موضوع دا كان سيء يعني يبقى اقوله الصفحة اللي بعد كده انا كمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا خلي بالك ده سؤال بهل زي ما قلت لك اهم حاجة كلمة جوت حط عينك عليها وخليك فاكر بقى لازم يجي قبلها على حسب الفاعل يو هنا فاعل جمع يبقى اخد مين يبقى هاف يو جوت هل انت عندك حسن حسن ولد شاطر جدا يبقى هو دايما يحصل على اعلى الدرجات دائما بقى اللي هي السؤال اللي بعده هاو نقط طيب قال له في الاجابة خلي بالك يعني مرتين في الاسبوع لما بلاقي بسأل بي كم مرة كم عدد المرات دي يسمى هاو يبقى هنا اقول له اللي بعده بيقول لي طيب خلي بالك ده بيسأل عن القدرة هل انت بتقدر تعوم يبقى كان يو سوام اللي بعده بيقول لي هنا ماما يعني ابدا بيقول ان هي مش بتنام قبل ما تطعم او تأكل اخت صغيرة خلي بالك بقى هنا شي فاعل مفرد يبقى المفروض الفاعل يجي اخر رؤس اس المدارع البسيط فاقول فيدز واللي بعده عمر و هاني طب خلي بالك ان الفاعل ده جمع ولا مفرد شوف كده عمر ده واحد و هاني ده اتنين يبقى ده فاعل جمع يبقى قول مين ما ينفعش عايز انفي لو كان في كانت تنفع طيب ده طبعا اقول له هنا ماذا يجب ان افعل يبقى هنا بعد كده بيكون فيه عندنا سؤال السؤال الاول نقط حمادة جوت لابتوب قلتلك من شوية لما تلاقي جوت حط عينك عليها بسرعة وقول يا مستر هسأل هنا ياما بهاف ياما بهاز هاف غلط ليه لان حمادة ده مفرد يبقى الصح انه نسأل عن المفرد بهاز يبقى هاز حمادة جوت هل هو عنده لابتوب هاز نها نقط نفس الكلام برضو احنا اقول لنا شباب هاف او هاز بيجي بعدهم جوت مش جوت يبقى هنا اقول جوت اللي بعده اي نقط تو ذا كلاب اتزا ويكان طب خلي بالك بقى عندي قاعدة بتقول ان ظرف التكرار دائما يأتي قبل الفعل الاساسي يعني هتيجي الاول وبعدين جوت فكل اللي عليك انك هترتب صح هتعكس هتقول اي يوجوالي وبعدين جوت طب لو كان ام او از وار لا ام او از وار بيجو قبل ظرف التكرار ولكن جوت يبقى ظرف التكرار الاول علي طالب كسول جدا هو دائما بيصحى مبكرا لا ده هو هنا اقول عايز ينفي بقى ما بصحاش بقدر ابد لانه كسول بعد كده بيقول كل الطلاب او كل مدرسين بيحبوا جهاد بسبب ايه طبعا بسبب ان هي دائما مؤدبة يبقى عايز هنا ما بصحاش اقول يبقى هنا كلمة اللي بعده قال له في الاجابة يبقى بيسأل عن عدد المرات ما بقول له خمس مرات في الاسبوع عدد المرات دي اسمها يبقى هنا اقول له بعد كده عندي سؤال طبعا ده مجاب عنه في نهاية الوحدة الصحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئلة الخاص بي طلاب الازهر الشريف واللي بيبدأ معايا بيسؤال مهم جدا هو سؤال سؤال نص الاستماع السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتسمعه كويس جدا ومن خلال اللي انت سمعته بتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب النص ده بقى موجود عندك في اخر الكتاب علشان كده هتلاقيني بسيب لك السؤال ده وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة مصطفى بيكلم عماد وبيقول له بيقول يعني ايه اللي انت بتعود تعمله في الاجازة هنا انت تقدر تكتب اي حاجة خلينا نقول مثلا خلينا نقول يعني انا عادة بقى اذهب الى الحديقة ولو كتبت اي حاجة غير الموضوع ده هيكون صح هو هنا عايز يعرف انت بتعمل اهم حاجة لو قلت يبقى تجي في المصدر وبعدين يعني انا عادة اذهب الى الحديقة او المنتزة طيب ياسمين بتكلم مريم وبتسألها مريم ردت قالت اه بتقول لها احنا خمس اشخاص في العيلة يبقى هنا بتسأل عن العدد السؤال عن العدد اللي هو معناه يعني كامل عدد طيب انا بسأل عن الناس فاقول على بعضها كده ادس فان واختار بقى الفاعل المساعد اللي هو وبعدين بتقول لها يعني كام عدد الاشخاص اللي موجودين في عائلتك عشان هي بتقول لها في الاجابة يوجد خمس اشخاص طيب بعد كده بيبقى عندنا جزء اختياري السؤال الاول بيقول هنا بيقول ان الانترنت مهم جدا عايز يقول بقى لحياتنا اليومية اللي هي اسمها يبقى قوله هنا اللي هي اليومية هنا اللي بعده كده بيقول بيسأل عن مكتب البريد قال له طب خلا نشوف كده قلنا قبل كده كلمة نكست عايزة ما تنفعشي عايزة ما تنفعشي يبقى هنا نقول يعني هو قصاد البنك طيب بيقول هنا يعني ماذا يجب ان افعل لكي اساعد الفقراء يبقى شعل اللي بعده بيقول هنا طب خلي بالك بقى الفعل عندي هنا مفرد طيب مفرد يبقى الفعل اخر واس زي ما قلنا المضارع البسيط هي وشي وات واي اس مفرد الفعل اخر واس فقول هنا السؤال اللي بعده احنا عادة بنضع الكتب طبعا الكتب بتتحط على رف الكتب رف الكتب اللي هو جامع بقى اقول بوك شلف يعني ارفف الكتب السؤال اللي بعده طيب هنا عايز يقول طبعا صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة طبعا السؤال ده هو عبارة عن قطعة صغيرة كده لازم تقرأها كويس جدا واترجمها قبل ما تحل دلوقتي هنبدأ نقرأ القطعة على مهلنا ونبدأ نحل الأسئلة بيقول هنا بيقول يعني انا دائما استيقظ ساعة سبعة صباحا يعني انا بغسل وشي وبغسل أسناني بعد ذلك بعمل تدريبات وبعد كده بلبس ملابسي يعني وبعدين بجهز اللي هي شنطة المدرسة ساعة ثمانية صباحا انا بروح المدرسة وببدأ طبعا حصتي الأولى برجع البيت الساعة اثنين مساء يعني بدخل الحمام وبعدين باخد دوش بيحكي عن اليوم بتاعه انا بعمل وقبي بعد كده وكمان انا بساعد ماما في المطبخ بعد ذلك باخد وقب خفيفة بتاعش بقى الساعة ثمانية مساء بسمع او بشاهد التلفزيون مع عائلتي في النهاية بيقول في النهاية بقى انا بنام الساعة ثمانية الساعة عشرين طيب هنبدأ بقى نحل على القطعة اللي قرناها من شوية السؤال الاول بيقول لي طيب خلي بالك هو هنا بيقول اللي الكاتب كان بيعمل هو هنا مش محدد سواء كان ولد او بنت اختر اللي انت عايزه تقول هي تقول شي مش مشكلة او تقول زا ريتر الكاتب طيب هو كان بيعمل ايه طبعا اول ما استيقظ كان بيقول لي اول سطر يا شباب في الاخر كده بيقول يبقى انا هكتب ايه بقى طالما قلت هي هستخدم هز لو قلت شي هستخدم هر يبقى هي طبعا هستيس بردو يعني كان بيغسل وشه يعني وبيغسل اسنانه اول ما استيقظ السؤال التاني بيقول هنا طيب بيقول يعني متى الكاتب كان بيبدأ درسه او حصته الاولى هو مديني الوقت بالزبط اللي هو طبعا اللي هو الساعة تمانية الصبح يبقى انت بتحل من خلال فهمك للقطعة بعد ما تقرأ تبدأ تحل يبقى هنا اقول له واخر حاجة بيقول هنا طب كان بيعمل ايه في المطبخ هو كان بيقول في السطر التالت ان هو بيساعد مامته حكتب انا بقى هي طالما اتفعت ان هو ولد وقلت طب لو كتبنا شي برضو هنقول يعني بتساعد مامتها ولو ولد يبقى بيساعد مامته طب ليه الكلام ده لانه هو مش حدد هنا الكاتب بتكلم بيقول اه يعني انا ما حددش ولد ولا بنت يبقى هو كان بيساعد مامته في المطبخ طيب بعد كده نكمل مع بعض تلت اسئلة اختيري على القطع برضو السؤال الاول بيقول لي هو كان بيصحى الساعة كم خلي بالك كان بيقول انه بيصحى الساعة سبعة كان بقول لي بيصحى الساعة سبعة ويه هو طبعا الساعة تمانية كان بيروح المدرسة يبقى انه هنقول له ايه هو بس ان هنا على معاد الاستيقاظ كان بيصحى الساعة سبعة طبعا الكاتب كان بيصحى تمامته في المطبخ طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال وده طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن زي ما قلنا هيكون فيه مذكرة بالنسبة لأظهر هم كلهم خمس جمل سهلين جدا الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون فيه عندنا امتحان كامل على الوحدة الاولى بالكامل زي امتحان اخر السنة واللي بيبدأ معاك بسؤال لسا سؤال نص الاستماع السؤال ده هو عبارة عن نص صغير النص ده بتسمع كويس جدا ومن خلال اللي انت سمعته هتبدأ تختار الاجابات اللي قدامك دي طيب النص ده بقى موجود عندك في اخر الكتاب علشان كده هتلاقيني بسيب لك السؤال ده وابدأ بعد كده اشرح لك السؤال اللي بعده بالتفصيل طيب السؤال اللي بعده يا شباب هو سؤال مهم جدا وهو سؤال ده لك سؤال المحادسة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما اتحق وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادسة بتكلماني بيقول هنا سلمة بتسأل دينا عن مدينتها المدينة اللي هي عايشة فيها يعني سلمة بتتكلم مع دينا وبتسألها بتقول لها طبعا دي معناها انت منين يعني طبعا انا ما عرفش كمل بقى علشان تعرف ردت عليها بعد كده سلمة قالت يبقى هي من لنا شباب من الفيوم لانها بتقول لها هل الفيوم دي بقى مدينة جميلة يبقى هنا هارد واقول زي ما انت شايف كده المحادسة بتتحل كلها من جوة المحادسة عشان كده لازم تقرى المحادسة كلها يبقى اول اجابة عندي يعني بتقول لها انا من محافظة الفيوم يعني فعلت لها هل الفيوم دي بقى مدينة جميلة طبعا يبقى هنا هتجاوب السؤال باز يعني سؤال بهل لما اجاوب بجاوب بيس ارنو طبعا هتقول لها ياس وبعدين كما وبعكس بقى شباب الفيوم المساعد مع الفيوم هقول ياس وطبعا الفيوم بقى استخدام مكانها وبردو هادر اقول ياس الفيوم از سلمة سألت سؤالة يعني انا بعيش مع الوالدين واخواتي يبقى بتقول لها بتعيش مع مين قلنا من للعاقل اللي هي هو يبقى هنا هتسأل هتقول طبعا الفيوم في المصدر بعد دو فهتقول لها يعني مع مين يعني يبقى هنا بتسألها انت عيشها مع مين فقلت لها مع الوالدين بعد كده سلمة سألت سؤال الاجابة قلت لها خلي بالك بتقول مواد الدراسية المفضلة الرياضيات والانجليزي يبقى هنا بتسألها عن المواد الدراسية المفضلة طيب احنا عارفين الصيغة اللي هي ممكن نقول لو بسأل عن مفرد طبعا انا بسأل عن جمع فول طبعا ما يبقى تتحول الى وبعد نقول أنا بسأل عن ايه مواد الدراسية جمع فول يبقى السؤال تاني طبعا ايه هي مواد الدراسية المفضلة يتلها الانجليزي والرياضة في النهاية سأل ما يتلها لما حد بقى يقول لك بترد عليه بنفس التحية وتقول له وبتعمل في الاخر وتكتب أنا كمان يعني سررت باللقائق يبقى الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة زي ما قلنا قبل كده اهم حاجة انك انت تقرأ القطعة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل نبدأ نور القطعة بتاعتنا ونفهمها علشان نحل عليها قطعة بتاعتنا بيقول اي ام ايا انا اسمي ايا يعني هي بتحكي هنا عن غرفة النوم بتقول انها وسعى ومضيئة يعني طيب بتقول انا بخليها دايما نظيفة ومرتبة بسبب انها طبعا غرفتي المفضلة في البيت حوائطها لونها ابيض بتبدأ توصف بقى الحيطة بيضة والارضية بني موجود على الارضية سجادة بني سجادة زرقة كبيرة خلي بالك بلو يعني فيه كنبتين وكرسي كمان عندي خزانة زاتة ادراج ملها بقى بحط فيها الملبس بتاعتي أنا بستمتع بالقراءة علشان كده دايما هتلاقي طبعا رف الكتب عندي مليان كتب عليه على الرف ده بعد كده بيقول طيب بيقول ان فيه طبعا زهرية صغيرة فيها نباتات ويساعة حقط فيه كمان شباكين والشباكين دول عليهم ستاير جميلة جدا عملهم بنفسي يعني ستاير بحب اقرأ واخد راحة في غرفة انهم وفي الاخر بتقول ان الغرفة دي يعني مريحة جدا طيب بعد كده بقى نبدأ نحل على اللي احنا قرأنا ده اول سؤال بيقول هنا الفكرة الرئيسية للقطعة قطعة بتاعتنا كلها بتتكلم عن اية وقط النوم بتاعتها فهنقول هنا مسلا اية ونحط لها ابصر في اس الملكية زي ما تعودنا ونقول بعدها يعني هنا مقصود بيها غرفة نوم اية فقول اية غرفة النوم القطعة بتكلم على القوضة بتاعت اية بعد كده بيقول طيب بتقول اية يعني بتعمل ايه طبعا هو كان بيقول في السطر الاخير طبعا هي كان بيقول ان هي بتقرأ وتأخذ راحة يبقى السطر الاخير هو مكتوب فيه اي لايك انت بتغير بقى تبقى شي طبعا مدرعة بسيط فتقول كان بتحط الملابس فين؟ طبعا كان بيقول لعندها خزانة صغيرة ذاتها ادراج فهقول لنا طبعا يبقى بتحط الهدوم فين يا شباب كان عندها زي ما انت شايف كده اسئلة القطعة كلها بتتحلي من خلال القطعة انت هنا ما بتحلش من دماغك بعد كده عندنا ثلاث اسئلة اختياري على القطعة السؤال الاول بيقول هنا الضمير ات اللي تحته الخط ده بيشير اليه نرجع للقطعة ضمير ات ده يا شباب بيشير اليه اللي هو مين؟ رف الكتب كان بيقول لنا نحط كتب كتير عليه يبقى بوك شلف واللي بعد الغرفة المفضلة الاية في البيت طبعا هي قالت ان هي غرفة النوم قطنوا بقى دي اسمها بيد روم اللي بعده يوجد عايز يقول طبعا سجادة كانت زرقة سجادة زرقة كبيرة على الارضية طيب كلمة ازرق بقى اللي هي بلو يبقى له هنا بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري السؤال الاول بيقول ان والد روبرتا طارق ايه او ساب ايه غاضر ايه يعني عشان كده اللي هي لكلها كانت مبسوطة ان هما بقوا مع بعض مرة تانية هو ساب السجن اللي هو السؤال اللي بعده طيب برضو عايز يقول فيه امارات سكنية بقى اسمها بلوكس اف بلوكس السؤال اللي بعده حسن always gets not early حسن دايما خلي بالك عايز يقول لي استيقظ مبكرا يستيقظ اللي اسمها get up تقول هنا up الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول لي هنا can you not my mother for me because my phone is not working طيب هنا بيقول لي يعني ممكن تراسل ممتي بسبب ان التلفون مش شغال يراسل اللي اسمها text يبقى له text السؤال اللي بعده not you got a mobile I need to send a message طيب عايز يسأل هنا بيقول يعني have you got قلنا got عايزة have قبله يبقى له have اللي بعده not often do you help to make dinner طيب عندي حاجة اسمها how often كم مرة يعني يبقى هنا how السؤال اللي بعده mister حسام is a good teacher he not works hard طيب هو بيقول لك انه مدرس جيد طيب مدرس جيد هو دايما بيعمل بجد كلمة دائما بقى اللي هي always بقوله هنا he always السؤال اللي بعده حسن is really kind he not his toys with his friends حسن طيب جدا بيقول بقى انه هو اكيد بيشارك لعبه مع اصدقائه التشارك اللي هي share يبقى له shares your village is warm and clean it's not قريتك بتكون نظيفة يعني تبقى هي جميلة كلمة جميل او جذاب اللي هي attractive بعد كده بيقول طيب بيقول يعني عندنا نفس الاشياء بنعملها كل يوم في الاجازة بسبب ان العيلة بتحب طبعا الروتين بيبقى قوله هنا to have a routine بعد كده عندنا سؤال correct السؤال الاول what نقاط we do next weekend بيسأل هنا ماذا يجب ان افعل دي طبعا اسمها what shall يبقى هنا what shall we do next weekend my parents have نقاط two cars طبعا have بيجو وراء got يبقى له have got واللي بعده بيقول هنا ساعة نقاط quite طيب احنا عندنا قاعدة بتقول ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الاساسي ولكن بعد قاموا ازوار يعني as الاول وبعدين كان usually يبقى هنا لازم ظرف التكرار يجي بعد قاموا ازوار فاطمة نقاط in the evening طيب في غلطة هنا فاطمة فعل مفرد هو بقول لي always study قوله ما ينفعش كان مفروض تبقى study ليه لان ظرف التكرار بيجي بيدل على المضارع البسيط والفعل لازم ينضف له اس او اس طيب study اخرها y هشيل ال y وحط بك هنا i وعد هنا حط ال es تبقى study واخر حاجة بقى بيكون فيه عندنا سؤال طبعا ده مجابع عنه في اخر وحدة ولكن زي ما قلنا في مذكرة بتاجها الآن خلاص يعني المذكرة دي هتكون وان شاء الله هتنزل لك في صندوق الوصف كل عليك انك تحملها هتلاقي فيها اهم موضوعات المنهج وزي تقدر نحل السؤال ده بكل سهولة اشتركوا في القناة